بدأنا اللغة العربية في شهر ديسمبر وده كان بالنسبة للناس خطر كبير جداً احنا بدقين متأخر وقلت هدي 8 محاضرات في الشهر وقلت يناير كمان 8 محاضرات كل شهر 8 محاضرات والحمد لله انتهينا من محاضرات ديسمبر ويناير 16 محاضرة وامتحننا على ديسمبر ولسه هنمتحن على ديسمبر ويناير مع بعض بعد الأجازة يوم 9-2 والامتحان هيبقى يعني على المنهج كله لحد ما احنا وقفين وخلصنا في 16 محاضرة يعني جزء عصيم من المنهج خلصنا 4 نصوص من 8 ايوه خلصنا غربة وحنين والمساء ورساء مي والكنيسة نوارت 4 نصوص من 8 وحلنا عليهم كمان متحرر وديت كمان واجب متحرر ونزلت نمازج الإجابة بتاعت الواجب فيعني لمنا كم عظيم من نصوص اشتغلنا نص الأدب لأكتر من نص الأدب انتو عندكو 10 دروس أدب اشتغلنا 3 مدارس واشتغلنا الرواية والقصة القصيرة بقلقوا المصرحية والمقال وكمان 3 مدارس 10 دروس أدب خلصنا منهم 5 دروس منهج الترم الأول حمد الله خلصنا البلاغة كلها خلصنا وحدتين في النحو من 7 وخلي بالكم ان 7 درس واحد الممنوع من الصرف عشان كده أول محاضرات أو 3 محاضرة هتبقى في فبراير هتبقى الوحدة الثالثة على طول هبدأ معاكو في الوحدة الثالثة على جزئين ونبدأ نحل ونطبق واشتغلنا الجزء الأول في القصة كمان لحد الفصل الثامن واشتغلت معاكو درس قراءة وحلنا عليها متحرر وديتك كمان نموذج متحرر في الواجب ونموذج متحرر في الامتحان ثلاث نموذج متحرر على درس واحد وده كم عظيم جدا جدا في 16 محاضرة شهر فبراير النهاردة أنا بعرض لكم الخريطة الزمنية المحاضرة الأولى أنت عندكم أجازة من يوم 31 لحد يوم 7 أو من 1 لحد يوم 7 يوم 7 فبراير ان شاء الله يبقى يوم 4 أول محاضرة في شهر فبراير الخريطة الزمنية يا صديق اللي احنا نمشي عليها كالآتي ده على كده نركز ونقول الخريطة الزمنية اللي احنا هنمشي عليها في فبراير المحاضرة الأولى هتبقى الفصل التاسع والعاشر والإحداشر من الجزء الأول عشان نقفل الجزء الأول ويبقى احنا كده ماشيين بترتيب يبقى أنت المحاضرة الأخيرة في يناير كانت الأيام لحد الفصل الثامن أنا بدي أقلقى التاسع والعاشر والإحداشر في المحاضرة الأولى ونبدأ برضو نحل عليهم بملك الأسئلة وأي سؤال بيجي في امتحان استرشادة زي ما أنت عارف الحمد لله بنحله وأي سؤال بيجي في 21 22 23 3 سنوات في النظام الجديد برضو بنجاوب الأسئلة وده بيديك يعني جرأة وشجاعة اللي أنت الأسئلة من واقع الامتحاناته وبالتواريخ الامتحاناته أنت بتقدر تحلها المحاضرة التانية هيبقى قراءة درس البيروني وهحل عليه نموذج متحرر وهديك في الواجب برضو نموذج متحرر وهامتحنك في تسميع الحصة اللي بعدها وامتحان الحصة اللي بعدها كل حصة عليها متحان برضو نموذج متحرر عشان يبقى أنت كده خدت ست نمازج قراءة متحررة يبقى المحاضرة الأولى هتبقى الأيام سيرزاتية فصل التاسع والعشر والأحداشر اكتبهم والمحاضرة التانية هتبقى درس البيروني قراءة البيروني وعليه نموذج متحرر المحاضرة التالتة إن شاء الله هتبقى نحو الوحدة التالتة جزء أول من الوحدة التالتة والمحاضرة الرابعة هيبقى الجزء التاني من الوحدة التالتة بالإضافة إلى حل وتطبيق كل أسئلة الوحدة التالتة في بنك الأسئلة المحاضرة الخامسة هتبقى مدرسة أبولو وحل بنك الأسئلة المتحرر على كل الأبيات المتحررة على أبولو نظام حديث 24 المحاضرة السادسة هتبقى نص أحواك يا وطني تطبيق على مدرسة أبولو وده النص الخامس في المنهج زائد نموذج متحرر لازم نموذج متحررة بعد كل نص المحاضرة السابعة هتبقى مدرسة المهجر أو المهاجر كما نطلق عليها المهجر ودي أجمل مدرسة عندكم في الرومانتكية وآخر مدرسة في الرومانتكية وهنحل عليها برضو من بنك الأسئلة متحرر عشان كده يبقى لك مدرسة واحدة هي المدرسة الواقعية المحاضرة التامنة نص من أنت يا نفسي زائد نموذج متحرر أيضا وبرضو في الواجب نموذج متحرر واللي امتحان الحصة اللي بعدها والمحاضرة اللي بعدها أعتقد بالنصين دول يبقى أنت لكده خلصت ست نصوص من تمانية وخلصت درسين قراءة من خمسة وخلصت الجزء الأول في القصة وخلصت تلات وحدات ناح وخلصت تقريبا كل الأدب باستثناء تلات دروس مدرسة الواقعية والمقال والمسرحية يبقى أنت عندك تلات دروس أدب بس هيبقى نهاية المنهج ان شاء الله في مارس وجزء من شهر إبريل عشان يبقى احنا كده انتهينا وخلصنا منهجنا ونراجع زي ما قلت لكم في الوقت المعتمد مع كل المراجعات وكل الناس عندنا متحان 22-6 فلما نبدأ مراجع عشرين أربعة مثلا أو خمستاشر أربعة احنا هنراجع شهرين حوالي ستاشر محاضرة في المراجعة النهائية أعتقد احنا مش محتاجين أكتر من اتناشر محاضرة في المراجعة أو تلاتاشر محاضرة بالزبط في المراجعة نكون نراجعنا فيهم كل الأفكار وكل الجديد إن شاء الله وعدتكم إن أنا هفضل معاكم وأنا بدأت في ديسمبر في شهر 12 ويمكن أنت عارف إن كنت مرتبط قبل كده في منصة تانية منصة أبواب كان فيه كورس لازم أخلصه لهم فعشان كده بدأنا متأخر ولكن قلت هنعرض خريطة زمنية في كل شهر عشان تعرف أنت وصلت لإيه وقلت لك إن شاء الله بشهر ديسمبر وشهر يناير هتكون خلصت نص المنهج وإنت بالفعل أنا عند وعدي وإنت خلصت أكتر من نص المنهج في 16 محاضرة ومحاضرات كلها حل وتطبيق بعد كل درس بيتشرح وده من فضل ربنا عز وجل ودايماً الامتحانات استرشادية أنا معجب بالكومنتات وبالتعليقات بتاعتكم إن دايماً الامتحانات الاسترشادية بتدينا حماس والامتحانات النهائية ما بنحط حاجة 21-22-23 لازم أحل معاك أي جزئية وردت في فرع زي النحو لازم تشوفها أي جزئية وردت في النصوص لازم تشوفها في القراءة في القصة حتى القصة زي ما كنت شغال معاكم في المخاضرة الأخيرة في يناير دلوقتي ظهر حاجة في 23 في النموذج استرشادي جبتوا لكم وما فيش استرشادي للأسف في 22 الاسترشادي كانوا 2 في 21 و1 في 23 وإن شاء الله في نموذج استرشادي السنة دي في 24 عشان تخشوا الامتحان وإنتوا متمكنين كل التوفيق والنجاح أنا عندي أمل كبير في ربنا عز وجل إن شاء الله وواصق فيكم جداً دفعة 24 جيل 2006 أعتقد هيبقى أحسن جيل إن شاء الله وحتوصلوا لإنتوا عاوزينه بس الموضوع محتاج تصميم وإرادة بقى منصعبش الدنيا عن ناس وشغالين من وقع امتحاناتكم عشان برضو ما نسهلش الدنيا عن ناس والناس مبسوطة وحاسة إن هي فعلاً بتخلص كم محترم وبتطبق من الامتحانات وده بيديك جرأة وشجاعة زي ما أنا قلت الموضوع مش إن أنا عقدك في المحاضرة واجيب لك أسئلة سهلة فخليك تمتحن الامتحان بتاع الشهر فتجيب 80 من 80 والمنصة كلها بتتكرم لا طبعاً ده ما ينفعشي بالعكس أنا ببسط لك الدنيا في الشرح وفاهمك كل جزئية في المنهج وكل جزئية بالتفصيل ولكن الأسئلة لازم تكون من واقع الامتحانات ومن واقع بنك الأسئلة عشان يبقى أنت عارف بما دي مكتوب جنبها 21 و22 و23 وفي دور أول وفي دور تاني وفي امتحان استرشادي فتبقى عارف اللي أنت شغال بالأسئلة بتاعتك ودي بتبقى نمازج مصغرة لامتحانك لأنها أصلاً من أسئلة امتحاناتكم فعشان كده ده بيديك جرأة وشجاعة حتى الامتحانات القديمة لما بلاقي فيها أفكار حلوة في النحو زي ما احنا تعودنا أقول لك دي جات 17 ودي جات في 2018 وأنا بكون متعمد اللي أنا أحل معاكم الحاجات دي في المحاضرة عشان أديك جرأة وشجاعة إن امتحانات السنوية عمد أرقام مكتوبة وخلاص وإنتوا بتحلوا ما هموا عارفين تحلوا وساعاتكم تشلك زي ما أنت عارف في التسمعات وفي كل محاضرة في تسميع وامتحان أشلك التاريخ عشان ما تتخطش وبعد ما تحلها أظهر لك التاريخ وأقول لك روح دور عليها وتروح تدور عليها تقولي ده فعلا جات في 23 ده فعلا في امتحان 21 أنا موصود اللي أنت بتصيب كبد الحقيقة اللي أنت خلاص قدرت اللي أنت توصل لأهم الأسئلة وأهم النقط وبحاول أوصلك بأقل مجهود اللي أنت هيدوبك تذاكر المحاضرة وتحل واجب المحاضرة وتجهز لامتحان المحاضرة اللي بعدها أنت كده كله تمام إن شاء الله أنا معاكم لحد آخر لحظة ولحد بداية المراجعة ونعمل مراجعة قوية جدا إن شاء الله دايما أنا متحمس معاكم الامتحان الأولاني الناس كلها ما شاء الله اللي أفلهم جبت لهم لابتوبات كلهم وشفتوا التكريم أشوف بقى الامتحان ده هيبقى يوم 9 فبراير 9-2 هيبقى يوم الجمعة 9 فبراير وهقول لكم في المحاضرة الأولى يوم 7 هقول لكم هيبقى الساعة كان بالزبط عشان ننزل اللينك والناس تدخل تمتحن في المنصة وهنعمل الامتحان بابلك عشان كل الناس تستفيد وكل الناس تشوف الأفكار وتقدر تتضرب على الأفكار اللي بتيجي فعلا في الامتحانات سعدتوا كثيرا بلقائكم وإلى اللقاء في محاضرة جديدة